بخصوص الإجراءات المرتبطة بزلزال الحوز أولا يجب تمييز بين الإجراءات التي تقوم بها الحكومة والتي هي إجراءات كثيرة ومتعددة الهدف منها هو عودة البنية التحتية بشكل سريع إلى مستوى أداء ديالها قبل زلزال الحوز هذا عمل تقوم به الحكومة المؤسسة المكلفة وهي مؤسسة الحوز تمت المصادقة على القانون الصفقات المتعلقة بالقطاعات المتضررة تم إطلاقها وهناك اشتغال دؤوب ومتواصل من أجل إعادة المنطقة إلى وضع ما قبل الزلزال في أفق طبعا تطبيق لهذه الرؤية الجديدة التي أقرها جلالة المالك والغلاف المالي ديالها 120 مليار درهم بخصوص الدعم المباشر كان جوج الأنواع ديال الدعم كان الدعم الذي يتعلق بـ 2500 درهم لكل الأشخاص الذين تضرروا والأسار وكان الدعم الثاني المرتبط طبعا الدعم الأول بالنسبة للمنازل اللي عندها يعني واحد للإنهيار جزئي والمحدد في 80 ألف درهم أو للمنازل اللي عندها إنهيار كامل والمحدد في 140 ألف درهم بخصوص 2500 درهم كنت أعطيت الرقم الذي يتعلق بشهر أكتوبر في مناسبة سابقة إذن كنت تكلمت عليه 27753 عدد الملفات التي تم يعني معالجتها الذين تلقوا 2500 درهم خلال شهر أكتوبر بالضبط هي 25228 مستفيد بخصوص الشهر نوفمبر لنا يتم يتم أول بأول وفور التوصل بهذه الملفات بمعنى أنه العدد دي الأكتوبر أنا تكلمت عليه عدد الملفات التي تم توصل بها ومعالجتها أنا تكلمت عليها اللي هي 27753 لكن التي تم يعني أداؤها 25128 هناك يعني بواحد النسبة يل 92% هناك ملفات اللي ربما يكون بعد المشاكل التقنية لكن سوف يتم معالجة كل هذه الملفات بخصوص شهر نوفمبر إلى حدود 13 إلى حدود يعني أولى قبل أمس إلى حدود 13 من هذا الشهر عدد الملفات المتوصل بها 24,573 عدد الملفات التي تمت تأديتها 23,931 بنسبة الإنجاز 97% طبعا سوف يتم معالجة الملفات التي سوف تتلقاها المصالح المختصة أولة بأول بخصوص الآن الدعم المتعلق بإعادة البناء المنازل التي انهارت بشكل جزئي والمتمثل في 80,000 درهم تم إقرار دفع أولى اللي هي المبلغة ديالها 20,000 درهم عدد الملفات تقريبا التي تمت توصر بها حوالي 6,000 ملف لحد الآن يتم الآن معالجة هذه الملفات إلى حد الآن تمت أداء 3,326 ملف بنسبة ديال 55 والعمل كيفما قلت هو مستمر من أجل معالجة مختلف هذه الملفات والملفات التي سوف يتم التوصل بها مستقبلا شكرا لكم شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك